جود ايبنين جيت فور معاكم مستر محمد جلال والنهاردة هنبدأ ان احنا هنراجع على الجيف ريزن بتاع المنهج كله بتاعتين من الاول لمادة الساينز يلا بينا هنبدأ على طول بالمية الجيف ريزن اللي معانا لنهاردة اول جيف ريزن بينا زي ستارد اجامع لزرد always looking for shaded areas في الديزرد ده ليه to keep its body cool during the hot days ليه لان هو احنا عارفين start again بتاعش فين في الديزرد ففي الديزرد بيبقى الجو دايما hot او بيبقى الوزر هناك hot فعشان كده هو دايما بيدوى على حتة اللي فيها الضل واللي هي shade areas اللي حتة اللي فيها الضل عشان يكيب ال body cool طيب ندخل السؤالة ثاني ال penguins body has a layer of fat and dense feathers. هو دارتي عنده fats وعنده dense feathers عنده ريش كتير وعنده fats كتيرة في جسم ليه علشان تيكيب في ال body warm ليه لاني penguins عايش فين عايش في ال polar region طيب ندخل باك كده على number three the blood vessels and penguins feet wave around each other ليه احنا كنا بنقول لوح عنده penguins feet اهوي تمام هل ال blood vessels كانت نازلة كده تمام لا ال blood vessels ما كانتش نازلة بالشكل ده ال blood vessels كانت مالها بتwave around each other ال hot حاوليني ال cold طيب ده ليه بقى علشان يبريفنت الفيت فروم فريزنج وعلشان ال warm blood vessels يعمل تنصير ال heat للايه لل cold blood vessels يعني ال warm blood vessels تسخن الايه ال cold blood vessels فالاجابة موجودة عندنا هو هنا برضه باك كده بيقولينا number four some deserts have a colorful skills علشان ايه ليه عندها colorful skills علشان يعمل hide اول ما تلاقي كلمة color بنعمل hide تمام طيب number five الفينيك فوكس عنده sandy colored fur وال polar bear عنده white fur لسه بنقول محمد جال بيقولك any color to hide يبريح بنستخدم اي color لو شفنا a color give reason a color تمام علشان يعمل hide الفينيك فوكس يهيد في الفينيك فوكس يهيد في ال environment اسهل حاجة ممكن نعمل ايه to hide in environment علشان لو احنا مش عارفين هو عايش فين بالزلط فحنا نقول يهيد في البيع اللي هو عايش فيه تمام فهو الفينيك فوكس هيهيد في ال environment بتاعته اللي هو sand وال polar bear يهيد في ال environment بتاعته اللي هو من السنو طيب some animals have ability to make camouflage ليه عندهم الابات يعملوا كامفلاج ينيه كامفلاج اصلا يعني انهم يعملوا hide hide وليه كلمة تانية برضو اسمها blend انهم يختفوا برضو ده بدالي هما ليه عندهم يقول انهم يمو كامفلاج to hide from their predators or play in different environments علشان هما يستخبوا برضو الكامفلاج زي ما احنا قلنا hide او blend طيب number seven الفينيك فوكس undergoes panting البنتين اللي هو بيعمل زي الكلب كده بيض يعني يعمل زي الكلب كده ده اللي يبقى علشان to cool its body لان الفينيك فوكس عايش فين عايش في الديزرت فالجو عنده حر فعشان كده بيستخدم ان هو يعمل panting عشان يقول its body number eight الاركتيك فوكس has a sick fur coat ليه عنده sick fur طبعا عشان الاول ما يلاقي الفير وان لايه sick تمام علشان تيكيب ال body warm لان هو دوت الاركتيك فوكس ده عايش فين عايش الطندرة الجوهنك برد هو ليه عنده fur او فاروت خين طبعا عنده فاروت خين عشان يكيب ال body warm طيب بيقولك the fur of the arctic fox is white in winter and brown in summer تمام علشان الطندرة اصلا الطندرة اصلا تبدأ ان هي تغيى اللونها بيبقى دايما في الوينتر يبقى فيه تلك فلو بتبقى اللون اللي موجود هناك white تمام اما في السامر بتسيح التلك ده فبيبقى التربة الليه ال brown فدايما ان هو يعمل ايه to hide تمام ممكن هنا برده نختصر عشان ال colors تمشي اجابة برده to hide او ممكن نكتب اجابة زي او مكتبة to sneak up in its prey in each season يبقى احنا نكتب هنا to hide in each season اسهل لنا واحسن لنا كمان طيب نمبر 10 البرو is an excellent place for arctic fox والفينك فوكس الاركتك فوكس بيخشوا ليه بيخشوا at night علشان يستيوم ليه لان هو عايش فين في مكان بارد اما الفينك فوكس الفينك فوكس عايش في الدزرت فهو دلوقتي هناك في الدزرت الجوي بحر فهو بيدخل البرو امتى during sunny days بالنهار ليه بقى عشان يستي كول طيب الفينك فوكس ليه عنده اكسر large ears اما الاركتك فوكس عنده short ears الفينك فوكس زي ما احنا نسألين عايش في الدزرت الجوي حرد فمحتاج انه يعمل loose the heat ويكون its body اما الاركتك فوكس لو كان عنده long ears يبقى هيامل كل body ايه اكتر من كده هو عايش في التنضة اصلا فهو طبعا عنده short ears عشان ايه يستيوم نبدأ على طول number 12 البول شارك لان كل الشارك اصلا عايشة في السالت ووتر اما ميزة البول شارك انه بيع في عيش في السالت ووتر والفريش ووتر فهو بيقولك ايه ان because other types of shark live in soul total only فطبعا المنافسة تبقى اقل طبعا في الفريش ووتر فممكن يزود هنا على طول انه في ايه في less competition less competition تمام فمنافسة اقل ندخل ال number 13 البنسر كمان عنده v-shaped feet and long tail ده عشان يعمل ايه يهولد للبرانشس of tree عشان يعمل يمسك في ايه في القفع بتاع الشجر number 14 البنسر اقشتي gather on the top of its trunk ليه بقى؟ علشان طبعا يبريفنت الانيمال from reaching the leaves هو طبعا البنسر اقشتي تبقى طبعا الترنك اللي هو قصده بيه من اللي استم؟ هو بيبقى طويل ليه؟ علشان طبعا يبريفنت الانيمال from eating فيه انيمال واحد بس صورة بيع فياكل من الاكشتي ومن الجراف ليه لان هو ايه؟ طويل جدا طيب الاكشتي هاش sharp spines يعني عنده شوق بيشوق حويني ال leaves ليه؟ علشان يبريفنت الانيمال from eating number 16 ال wind is important tool اكشتي طب ليه؟ لان الاكشتي بتستخدمه ليه؟ to send me a message to neighbor اكشتي to start making poison لو في ايه؟ لو فيه danger حسنا طيب الكابوك 3 has hand shaped waves ليه هو عنده shaped waves زي الهند كده؟ ليه الكابوك 3 الweaves راته شبه الهند كده؟ علشان يخلي الهوى يعدي ما بين الايه؟ ما بين الفتحات دي؟ فهو بيلك ايه؟ to allow the wind to move gently أو to move يعني through the leaves without a tearing them او ممكن عطول نحنا ايه؟ نختص عطول to allow the wind to move through the leaves طيب number 18 الكابوك 3 stays firmly rooted in the soggy soil although they are very tall ازاي كابوك 3؟ ليه كابوك 3؟ بتفضل مسكة بشكل كبير جدا في الroot بتاعها؟ تمام؟ مع النغم من السويل اللي عندنا الصوجي يعني ايه الصوجي؟ يعني هي wet؟ تمام؟ بيبقى فيها malt وبيبقى فيها ايه؟ وتبقى wet كمان طيب ليه بقى؟ لان احنا عارفين الاكشتيف عندها long root كده اسمه tab root اما لو احنا بنتكلم عن الكابوك 3 فهي عندها ايه؟ عندها وايد رود كده؟ تمام؟ اسمه butter root because of the large white roots called butter root هي اللي بتخليها تمسك فين؟ to hold trunk اللي هو اللي stem يعني in the soggy soil طيب number 19 pointy has a triangle shape ليه بقى؟ ليه شجرة كريسمس بيتبقى عندها triangle shape كده؟ طبعا علشان تعمل ايه؟ شجرة كريسمس بتيجي فين؟ بتيجفت يعني اكتر حتة معروفة فيها ان هي بتيجي في December تمام؟ او بنشوفها عطرو في December وطبعا عايشها فين؟ في السنو فطبعا لما يكون فيه ice هنا وهي triangle shape فالآيس هي بدي انه يحصل له سلايد اوف ice هنا هيتعمل له سلايد اوف فهو بيقولك to allow the snow to slide off easily so its branches don't break علشان ما يبقاش يتراكم كتير اوي من التالج برضه على branches تاعتها عايش ما تكسرش طبعا احنا ممكن نكتفي بايه؟ to allow the snow to slide easily تمام؟ بس كده طيب الووتر لليز have white floating leaves هو الووتر للي اسم بيلب فين؟ على التوب بتاع الووتر كده على الووتر surface ده لي بقى؟ علشان يمتص الشمس كبيرة جدا هو عند white leaves لان لو عند white leaves هيمتص الشمس اكبر اما لو كان عنده small انا كان عنده small leaves ما كانش هيمتص الشمس كبيرة الشمس كده هتبقى بره ومش هتخلش في الووتر اما لو احنا عندنا white leaves كده فهي تمتص large amount of sound فيبع عندنا absorb large amount of sunlight المانجوف توي have long and strong roots علشان يزيزت الووتر ريفز ان ايه الووتر ريفز الامواج المانجوف تيه احنا عارفين ان هي بتعيش فين؟ بتعيش في الووتر عادي تمام؟ في السيز والاوشن وهكذا طيب طبعا في السيز والاوشن بيقى فيه امواج فهو طبعا لازيب عنده long and strong roots علشان يعمل مقاومة للامواج بتعيش المانجوف تيتحرك بمكانها number 22 المانجوف تيتحرك بمكانها ومقاومة للامواج لماذا المانجوف تيتحرك بمكانها ومقاومة للامواج علشان تعمل زيزت الووتر ريفز علشان برضه تعمل زيزت الووتر ريفز ونوبر 21 و22 كنا شرحناهم ايه؟ بالتفصيل بتجربة عملية كده بازازة مية فاضية وازازة مية مليانة تمام؟ دي كتئيرة جدا وده كده خفيفة جدا تمام؟ في الـ وكنا ممكن نعملها برضه بـ بتاع الصبورة انا مصبور ماركر بتاع الصبورة يعني وازازة مية برضه فانلاقي ان السيكروتز تمام؟ اللي هو الازازة المية ممتحكش بصور مهم ان نفخنا فيه اما الماركر بتاع الصبورة لو نفخنا فيه هيوقع طيب number 23 الـ ليه الـ اي حاجة عندها to prevent الانيمال from eating its leaves او سروت طيب number 23 ده جاب لكده في الميتر تمام؟ او في اللي هو امتحان الشهر يعني امتحان الشهر تمام؟ فاحنا برضو بنكز على الافقاد دي احنا كنا برضو تكلمنا عن الاكاشة تي ليه عندها شارب سباينز علشان prevent الانيمال from eating هي هي فالو قلنا اي بلانت عنده شارب سباينز مش شاطي حد بقى اكاشة تي انا حبيت عيدة هنا علشان يبقى فعلا ان احنا عارفين ده سواء في الاكاشة تي صار في الـ والشان السؤال ده جب في الامتحان طيب 24 The human body is made up of different system ليه؟ لان كل السيستم ليه فانكشن محددة فادوتي ليه عندنا different system علشان each system perform different function كل السيستم ليه فانكشن معينة طيب انهم عندوش جوسز زي الاستمك الاستمك عندو جوسز تمام؟ اما السمول انتستم عندوش جوسز فبيجيبهم منين؟ بيجيبهم من الليفل والبانكرياس فهو ده اللي بيخليه يعمل الفانكشن بتاعته طيب فانكشن السمول انتستم ايه؟ انه هو يعمل break down the food into neutrons ويعمل absorb the neutrons دي طيب الانوس is an important organ in the digestive system ليه؟ الانوس دي اخر قطة موجودة فين؟ او اخر حاجة موجودة فيه الـ digestive system موجودة فين؟ موجودة في الـ large intestine يعني الانوس دي اخر حاجة موجودة فين؟ في الـ large intestine طيب دي اهميتها ايه؟ علشان الـ solid waves can leave the body slow it طيب number 27 the inhaled air different from the exhaled air يعني الهوى اللي احنا بنتنفسه غير الهوى اللي احنا بنتطلعه طيب ليه؟ لان احنا بنتنفس اكشجين جاز اما بنتطلع ايه؟ بنتطلع carbon dioxide number 28 الـ diphragment plays an important role في الاسpiration process ليه الـ diphragment تباليها اهمية بيرة في الاسpiration process؟ اشني بتساعد على الانهاليشن والإكسهاليشن بنساعد ان احنا تنفس ننفس breath in ونمي breath out type 29 الـ diphragment is a unique structure adaptation in fish ليه الـ diphragment is a unique structure adaptation in fish؟ علشان اول حاجة هي تطلع بودي بار تمام؟ ثاني حاجة بكل زي انابل fish to press oxygen on the road طيب number 30 changes changes that occur rapidly to the ecosystem are more dangerous for living organisms than slow changes طيب بلك changes او تغيرات بتحصل الـ ecosystem بشكل rapidly يعني سريع بتبه اكتر خطورة واكتر dangerous عن اللي بتحصل بشكل بطيء ليه؟ لان اللي بتحصل بشكل بطيء give a chance for the organism doesn't يحصل لها adaptation to adapt تمام؟ اما اللي بتحصل الـ WD cause this على طول تمام؟ طيب number 31 it causes an infectious exhaust causes pressing problems ليه العربيات والمصانع العوادم اللي بيتطلعوا منها بتسبب مشكلة في التنفس عندنا ليه؟ لانهما بيعملوا بيعملوا smoke دي كده smoke تمام؟ which causes damage to the lungs وبتعمل ايه؟ تعمل اسمة وبتعمل heart disease طيب heart diseases عندنا والاساسمة والدامج لللونج هي دي كلها مشاكل بتبقى نتكى نتيجة اللي smoke اللي مكتوب هنا دي كده smoke تمام؟ والاسموك دي يبقى طالعا من اين؟ manufacturers or cars طيب number 32 sometimes people in big cities are forced to change their lifestyle طب ليه؟ علشان يقلل من the pollution يعني ايه بيقولك ايه في big cities يعني الناس اللي عايشة في مدن كبيرة اصدوا بيها مثلا زي الكاهرة وكده فهم المفروض يغيروا من الاستوب حياتهم علشان يقلل air pollution بعدما ينزل يكب عبية بتاعته ويطلع smoke ويعمل exhausting ويلوس البيئة ويلوس ويعمل air pollution بشكل B جدا لا هو ينزل ويتمشى الحتة دي فلما ينزل ويتمشى الحتة دي هيقلل air pollution طيب number 33 The skin of fish is different from that of the frog also both can live in water اول حاجة الفيش under water بيتنفس بايه؟ بيتنفس بالجلز الفيش under water بيتنفس او بيعمل عملية الباسنج بتعطو عن طريق الجلز الجلز دي بتعمل ايه؟ بتاخد الاكسجين تمام؟ from the water تمام؟ اما بالنسبة ليه الفروغ الفروغ بيعمل باسنج من خلال ايه؟ من خلال ال skin ليه؟ لان الفروغ ده اصلا يعتبر من amphibian وال amphibian بيعافي يتنفس فوق على land وتحت المية طب بيعمل تحت المية بتنفس تحت المية عن طريق ال skin فروغ كاتب because the frogs can absorb oxygen from gas oxygen gas from water الفروغ skin can absorb oxygen gas from water اما الفيش cannot اما بيعمل اكسجين بياخد اكسجين بيعمل dry season is very harmful for amphibians ليه بقى؟ لان احنا قلنا amphibians اصلا بتاعش فين في مكان الويت فلو احنا دعوتي عندنا المكان dry يعني dry يعني معناه غاف تمام؟ فده الشكل طبعا تطويق بيلا عن amphibians because the skin must be wet all the time to extract oxygen gas from water طيب 35 البوليوشن of air and water can affect the survival of amphibians البوليوشن بتاع air والووتر ممكن يقصره على survival طبعا اه ليه air والووتر ايش مانا air والووتر ايشان هو بيعمل بريس الاخسجين من الووتر عن طريق ال skin وممكن يعمل بريس الاخسجين عن طريق ال air عن طريق ال lungs فهو ممكن يعمل عن طريق ال حكتين والسجار دحل طيب نمبر 36 نمبر 36 الساعتين ستريكي عن طريق الامفبان انتراجوا على الووتر علشان يهلبهم يتحفظهم طيب نمبر 38 الووتر يمكن يتحفظ لما يمكن يتحفظ لما يمكن يتحفظ لما يمكن يتحفظ والسجار دحل جدا because they have extraordinary sense of hearing بيعرف يسمى كويس او ممكن نقول ايه عنده good hearing وكمان large eyes or good sight to hunt at night نحن هنا ممكن نقول انه عنده ايه عنده big او huge eyes big او huge eyes وعنده ايه وعنده excellent hearing زي ما احنا عاوزين نكتبها في give reason الميزة ان احنا ممكن نعبر باسلوبنا تمام وتبقى الاجابة صح اما حاجة بس يبقى فيها نفس المعنى طيب 39 why the dogs are used in guarding because they have sharp senses or super senses of hearing و smell زي ما احنا قلنا ان هو بيعرف يعمل ايه hearing كويس و smell كويس فبيعرف يشم صحبه بشكل كويس جدا فلشان كيف هم نستخدمه في الحراسة عشان ممكن يسمع خطوات الحامل هو داخل او ممكن يشم ان الراجل ده مش هو صحبه طيب number 40 the dolphins can hear all sounds all kinds of sounds ليه لان السوبر سين ستعتهم ايه hair hearing والسؤال ده بجيش على شكل complete في النموذج الاستشارية بتاع الوظارة السناتي number 41 الانيمال الذين يستمع في حراسة الوظارات يستمع في حراسة الوظارة ليه علشان هم مدرات العشرين في حراسة الوظارة علشان يعمل هانت يعمل هانت في كل وزر اكيدا مش عامل هانت في الحرب فانا استنى الجو يهدى كده شوية والجو يبرد فابدأ اللي اعمل هانتنج فالشان كده بيكون اكتف الوظارة علشان يهانت في ايه في كل وزر طيب number 42 السناكس لديهم مدراتهم لديهم مدراتهم لديهم مدرات المنزل عندها الكده ان يتسنسه طيب ليه علشان يذكر الوظارة الوظارة في حراسة الوظارة علشان يبدأ ان احنا نلاقي او تفاين البري او تعمل ايه يعمل هانت للبري ممكن انا نكتب ايه تحنط البري اتنايت على طول طيب ليه بقى علشان هو اصلا مش بيشوف تمام وهو السوبر سنسل طيب number 43 ليه القولز عندها بولشيت فاسس تمام علشان طبعا يعمل بيكيج او بالسون ويعملوا امبليفاي وياف يسمع البري بتاعته بشكل كويس جدا هو اني كتب ايه تو دي تكت زي لوكيشن الفزي بيس و بيكيج او بالسون ويعملهم ايه ويعمل لها امبليفاي او يكبر لا اعرزنا نكتبها نكتبها كمان طيب number 44 السناكس كن فايند فود اتنايب ايه علشان هما بيقدروا انهم يعملوا ايه سنس للهيت بتاع بتاع البريس بتاعتهم بكيوز ايه بتاع البريس بتاعتهم بكيوز حالو جدا السؤال ده تمام طيب number 45 زي زي شن جايبو كان جمب فو long distances ليه بكيوز قبل لنا مسلا السؤال بشكل تاني give reason الايجيبشن جايبو has long hind legs ليه علشان يعمل jump for long distance فهو ممكن دي اساسا يجبها give reason فتبقى جبتها ايه to jump for long distance طيب المرامل تمام طيب ما هو بينوت فطبعا هو كده بيعمل ايه بيعفر برضه على السنيك اللي بتيجي وراء زي ما احنا كنا شرحنا طيب number 47 زي ايجيبشن جايبو ears play a very important role in its survival ليه لان احنا اساسا قلنا هو بيسمع السنيك بتهجم عليه زي باستخدام ال ears بتاعته because it has large ears with sensitive ears that detect even a quiet snake حتى والسنيك بتتحرك يعني ايه في الصمت يعني او من غير صوت كويت يعني هيدا بيسمع برضه لان ودانه كبيرة جدا وكمان sensitive بشكل كبير طيب number 48 stoping suddenly when you hear the horn of a car coming up behind you ده ليه لان ال ears انوا بنيجي نسمع بنسمع بايه بال ears يعني بناميهير بال ears sense organ اللي بتعمل hearing hear ears send a signal to brain عنطين مين عن طريق النرف to avoid being hit by a car طيب 49 رانش start to run at the sound of free fear whistles انا دواتي واقف تمام وفي اسباء تمام والمفروض ده يبدأ اجلي بس فيه حكم واقف هنا ومسك صفه ورفقه هو او ما بيصفر ايه لحصل فيه sound waves كده ووسط لحد مين لحد ال ears بتاعتي او ما وسط لحد ال ears ال ears بدأت ان تنقلها لتعمل message لحد مين ال brain ال brain هو مين control center بتاع باضي بعد signal لحد ال feet تمام او لحد ال legs عندنا انية تبدأ انية تعمل ايه run تمام طيب نمبر 50 humans can recognize the sound of different musical instrument ليه لان ال ears تمام receive the different sounds and transmit them to the brain to be processed and determine the type of music ليه عشان ودنب بتسمع الصوت المختلفة وال brain بيبدأ ان هو اللي بيفكر وهو اللي بيعمل تترمين لمن المسيج دي او بتبدأ ان هو اللي يتعرف على الاشياء لان هو المين control center طيب 51 The brain has an important function في ال nervous system علشان هو ايه المين control center بتاع الباضي طيب little fishing cat seems the eyes seems to glow in the dark علشان it has a mirror light on the back of its eyes which bounce of light ممكن نختصر عطول نقول because it has a it tap them less them تمام اوكي طيب a candle is considered a source of light ليه candle بتعتبر ده على source of light لان هي بتعمل give off its own light هي اللي بتطلع light بنفسها number 54 we can see the moon shining at night although it's not a source of light يعني المون ده بيعمل ايه؟ بيعمل reflect the light بيقولك ليه هو بينور بالليل رغم ان هو مش source of light ليه؟ لان هو اول حاجة it doesn't give off its own light فعشان كده هي ومش source of light بس بيعمل ايه؟ بيعمل reflect the light بيعمل بياخد the light بيعملها reflect طيب number 55 النكتوني animals can see better than the humans ليه؟ لان النكتوني animals have bigger eyes with wider pupils او كمان more sensitive to light than the human فاحنا ممكن نكتب اثنين او ثلاثة منهم كفاية جدا يعني نكتب اثنين كفاية جدا طيب although tarsia will all cannot move their eyes they can see surrounding objects in all direction رغم ان tarsia will all cannot move their eyes تمام they can see surrounding objects in all direction ليه هما صراح مش قدين يحرقوا عنهم بس يقدر يحرقوا رأسهم كلها تمام فهما they can turn their heads 180 degree اما من اللي كان ممكن يحرق عينيه بس ويشوف ال opposite direction دا كان البانسر Chameleon فلا هو قالك move ال eyes تمام in different direction او كده هو اصدع على البانسر Chameleon تمام اما move ال head كلها دي تعتبر التارسي والقول طيب التارسي والقول have huge eyes ليه عشان يعمل collect to reflect any light available لانه كده بيعيش بالليل او بيعيش بالليل فمحتاج ان هو يجمع اللايت بشكل كبير طيب number 58 ايه اهمية التابتملسلم ايه اهمية التابتملسلم اهمية النور يعمل reflect the light زي الميرو allowing the light to collect more available light بيسمح ان داوتي بيعمل ايه بيعمل reflect the light جوه العين تمام فالعين داوتي هتجمع light اكبر اينا احنا كنا شرحناه بلكل لو احنا نديها لدي العين مثلا وهو داخل light هنا ثلاثة كده ثلاثة light rays خبطوا في التابتملسلم هنا في كده ايه التابتملسلم من غير التابتملسلم كان هيبقى فيه ثلاثة light rays بالتابتملسلم داوتي بيعمل reflect وده يعمل reflect وده يعمل reflect بقوا كام light ray موجود واحد اتنين ثلاثة وثلاثة الداخلين بقوا ستة فبقى فيه مور light فبقى فيه مور light فبقى فيه مور light السؤال دا حالو جدا علشان هيومن ما عندوش تابتملسلم دونت هاف دونت هاف على طول ايه تابتملسلم طيب نمبر سيكستي عندنا بيقولينا shadow of an opaque body is formed when the light falls on it ليه لان الاوباك اوبجيكت ما بيخليش اللايت النواة يعدى زي ما احنا قلنا لو احنا بس عندنا اوبجيكت هنا واحنا عندنا الايت داخل هنا كده في كل الاتجاهات اللايت ما عدي من هنا 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 كون shadow ليه لان اللايت ما عيفش يعدي ليه ما عيفش يعدي لان اوبجيكت اللا عندي ده مش transparent امار ايه امار اوباك اوبجيكت طيب نمبر سيكستي وان you can see an object placed behind glass cup والسؤال دا يجيب اضطف امتحان شهر بلي كده مهم جدا ليه علشان glass cup اللا عندي ده transparent material فبيسمح اللايت ان هو يعدي a low light to pass نمبر سيكستو a mirror can reflect light better than a painted surface ليه الميرور can reflect light better than a painted surface لان الميرور دا يعتبر smooth surface اما ال painted surface دا يعتبر ايه يعتبر rough فالشان كده الميرور can reflect light better than a painted surface لان ال smooth بيعمل reflect احسن من ال rough طيب نمبر سيكستي سي humans receive and send information through ال speaking writing and reading علشان ايه علشان يعملوا communicate with each other طيب ليه الفايرفلايز بتستغني patterns of flashlight علشان تعمل communicate with each other علشان تعمل warn off the predators أو to attack the meat طيب دا برضو بيجي بشكل تانيف بشكل what happen شكل قطان بيقولك ايه what happen لما يكون الفايرفلايز عاوزة تعمل warn off the predators أو to attack the meat هتستعمل ايه هتعمل use different types of flashlight or to attack the flashlight على طول نمبر سيكستي فور 65 على طول بيقولنا الفايرفلايز produce a chemical reaction inside their bodies الفايرفلايز لا تعمل chemical reaction inside their bodies أيشان تعمل light up their bodies and communicate with each other أيشان تعمل produce the flashlight لا تعمل chemical reaction inside their bodies ونكزة كيميك طيب نمبر سيكستي سيكسي سيكسي طيب ليه عنده high-pitched sounds خلال الوينتر عشان high-pitched sounds ممكن تترابل better to a cold water طيب ليه هم بباك will sing different sounds علشان يعفين communicate في ايه في different season لننحن قلنا دعتي في الوينتر بيستخدم high-pitched sound في السامر بيستخدم number 68 the symbols that are used in writing have a specific pattern ليه simple زي بتستخدم في الwriting have a specific pattern to give a specific meaning according to the arrangement of the letters of the word ماشي طيب number 69 we use the expression on faces during a talking with each other ليه بنستخدم الexpressions أو بنستخدم طابعة الوينتر راحة بنكلم مع بعض علشان نخلي البيبل الدمنا يحسب مشعلنا to help people predict our feelings طيب number 70 a honeybee makes figure eight pattern movement as a way of communication with the piece علشان a علشان يعرف فين مكان الفود ومكان الوطر فهو بيلك to communicate with other piece to find أو يوضي لهم يعني أو تشوه يعني الفود فين ومكان الوطر ومكان الوطر 71 the nurse ant sends my message to scout ant ده بيحصل امتا النورس أنت بتبدأ انها تعمل sends my message لسكاوت أنت اشنا يعمل ايه النورس أنت بتبدأ نهت sends my message لما يكون الفود تمام فتبدأ sends my message لسكاوت أنت لان السكاوت أنت هو اللي بيبدأ نوع ايه ميسش الفود فإحنا وجدنا نجيب الانتس تاني كده مع بعض النورس والصولدير والسكاوت والسكاوت هنا إذ نورس بنستخدمها في لو فيه لو فيه تمام طيب الصولدير علشان بروتكت او لو فيه دانجر أما السكاوت أنت داش نعمل سرش للفود طيب فأنا بينا اللي النورس أنت sends my message to scout أنت علشان to alert the scout أنت that the food is a is low طيب الصولدير أنت يوز السميل in communication ليه بيستخدم السميل في الكمميكيشن علشان you warn other ants in case of danger بيعرف الانسر التانية لو فيه أي دانجر طيب number 73 the echo that is picked up by the special cane of blind people is turned into vibration ليه الإيكو اللي ال special cane بتستقبله بتتحول لvibration علشان تعرف ال blind person ال object حوالي فين ليه لأن ال blind person أصلا ما بيعرفش يسمع إيكو طب ليه ما بيعرفش يسمع إيكو لأن احنا كهيومنس ما بنعرفش نسمع high-pitched sound يعني أي high-pitched sound إحنا ما بنعرفش نسمعه فعشان كده ال special cane لو هي مثلا عملت دلوات echolocation وبالكده رجعت الإيكو ده هنقف نسمعه ومش نقف نسمعه تمام فال blind person مش هيستفاد حاجة بال special cane فعشان كده هو بيحول الإيكو ده لvibration تمام علشان يعرفهم إن فيه object محطوط هنا فمن تخبطش فيه طيب الباد بقى لا ما كانش بيحصل له طيب ال special cane بتعمل اميت a high-pitched sound that human ears cannot hear طيب 75 the shockwave truck is faster than the normal truck والسؤال ده حلو جد طيب طيب لأن shockwave truck عنده 3 jet engines 3 jet engines ثلاث موتير طيارة طيب 76 engineers use a parachute في shockwave truck design ليه بيستخدموا ال parachute في shockwave truck design علشان يعمل stop للshockwave truck طيب number 77 when you kick a ball laying on the ground أنا شوت دكورة بتتحرك طيب ليه علشان أسرت عليها بpushing force on your leg act on it علشان فيه pushing force راح نقولنا لو فيه force يبقى في ايه فيه motion no force no motion طيب number 78 when two equal pushing forces act on object in opposite direction the object doesn't move ليه لأن the two forces are balanced so the object doesn't move لما يكون two forces كده لما يكون اثنين بيشدوا في عكس ال direction كده تمام بنفس force إن هنا force 2f وهنا force 2f فبما انهم الاثنين the same وفي opposite direction فالforces كده balanced الفورس is same فالشان كده object ايه مش هيتحرك number 78 79 if you let a pen out of your hand it falls to the ground لو انا سيبت ألم من ايدي ليه بيوع على الأرض because فيه gravity فيه جذبية للأرض الجذبية بتات الأرض دي تعتبر pushing force or pulling force هتعتبر pulling force طب ليه؟ لأن ال object بتشد نحية toward the ground toward the earth فهو طعم هو بتشد toward the earth يبقى دي اسمع pulling force مش pushing force طيب number 80 when your friend catches a ball it's long in the air the motion of the ball is stopped ليه لما انا اجي امسك تمام كرة محضوفة دلتي في ال air بتوقف ليه؟ لأن دلتي ما جيت امسكها انا عملت pushing force عليها قصرت بpushing force بتاعت الهاند بتاعتي قصرت على الكرة فعملت لها stop طيب 81 when your toy car crashes into a wall لما عبيدي تخبط في الحيطة هتعمل stop ليه؟ لأن ال wall ستapply force equal لل force بتاعتي بتاعتي في opposite direction أو ممكن نقول علشان الحيطة عندها ايه؟ او ال wall has هتعملها pushing force فيحصلها ايه؟ stop طيب when you stop paddling during the movement of your bicycle it slows down لو انا دلوقتي العاجلة بتاعتي بدأت لانا ما بدلش ليه انا هبدأ لانا ايه؟ هبطأ السرعة العاجلة قاعدة مشي على طريق الطريق اللي هو الاسفلت اللي عندنا طيب العاجلة والاسفلت بيعملوا في ايه؟ بعض هل دلوقتي الاسفلت ده smooth surface لا مش smooth surface ده rough surface انها مقدرش همشي ايدي على الاسفلت كده إلا وهي تتخرش تمام؟ مش smooth كده زي mirror فبما يعرف ففي عندها فريكشن فورس كبيرة فبنقول because of the friction force between the bicycle tires ما بين عجلات البايسيكل وي ارود فبيحصل ايه؟ بيبدأ انه تم slow down السؤال ده تفكير وحل مش معقول انه هو ييجي او لا بس تفكير وحل طيب number 83 if you push two similar two cars on the ground one of them may travel for a longer distance than the other ليه؟ لان ليه دلوقتي انا عندي الاثنين cars على الارض الاثنين نفس الماس ليه لما زقت واحدة وزقت الاثنين ليه واحدة مشت مسافة صغيرة واحدة مشت مسافة كبيرة اللي مشت مسافة كبيرة اكيدا زقتها بقوة اكبر فهو بيقولك because you have applied two different forces on them واحدة زقتها بقوة اكبر تمشي مسافة اكبر واحدة زقتها بقوة اقل فتمشي مسافة اقل طيب 84 if the same forces act on a small car and a truck the small car will travel for a longer distance than the truck لو عندنا same force الصد باقي يعني high level واحدة واحدة لو عندنا same force نفس القوة قصيت على small car و truck مين اللي الماس تتقل الماس القل بتاعت الكار والماس اكبر بتاعت truck لو انا زقت الاثنين انا دورتي تعالوا مثلا نتخيل انا دورتي عندي الم خفيف و عندي مكتب و زقت المكتب بالراحة و زقت الالم بالراحة المكتب مش هتحرك اصلا اما الالم هتحرك مسافة كبيرة تمام فهنا بيقولك لديها اصلاة لديها المكتب المكتب كبير فيه حاجة اما نطلع بطش ما بين الده و ما بين الرامب المنزل المنزل كان الماسك كبيرة تمام الماسك كبيرة ها اللي لها ايه سبيد كبير تمام فهي تمشي десятنس كبيرة تمام ولما هنام الهارت بوش هتمشي مسافة كبيرة ولما نعم التجنتل بوش أو بوش خفيفة هتمشي مسافة ايه قصيرة فإشان كلا أما عجبت اللغبات تشاهد دي فأهم الحاجة وإحنا بنعرف فهم دي كلا نركز أيه كويس 84 نبدأ ندخل على 85 The roller coaster doesn't need a test to doing the movement down the hill ليه ما بيحتاجش كهرباء الرور كورسر اللي هو utter mode ما بيحتاجش كهرباء هو نازل تحت الهيل نازل تحت من على الجبل من عقمة يعني علشان بيبقى عنده بتنشي انجي بتتحول الكريتك انجي فبتعمل move لأن الكريتك انجي بتعمل move طيب The speed of a roller coaster increases as it moves down the hill ليه علشان كريتك انجي بتبدأ ان يتزيد ولو ما كريتك انجي بتزيد ده معناي انه عنده speed a kb طيب The goal net vibrates when a ball hits ليه دورتي بيقولك ليه الشبكة بتاعت الجون اللي عندي بتبدأ ان يتتهز لما الكورت تخبط فيها لما الكورت تدخل في الجون ليه الشبكة بتتهز علشان البول هيخبط الشبكة لما البول خبط الشبكة دي collision طيب ساعة ال collision بيحصل ايه بيحصل transfer of energy فيبقى عندنا كريتك انجي بتاعت البول حتتعملها transfer للايه للجون نت وده اسأل حلو جدا برضو طيب number 88 A bird stop on a tree has energy ليه لما البيرد توقف على الشجرة ليه عندها طاقة؟ علشان هي واقف على الشجرة الشجرة على height معينة او ارتفاع معينة من الارض ولو احنا على ارتفاع معينة من الارض طيب احنا عندنا ايه؟ potential energy لان احنا منتحركش number 89 when a stone is thrown upwards its potential energy increases ليه لما احدف طوبة لفوق ال potential energy بيزيد لان احنا عندنا كلما ال height بيزيد كلما ال potential energy بيزيد لما ال height بيزيد potential energy ماله بيزيد طيب number 90 the electric lamp produces different forms of energy ليه اللمبة اللي شغلة بالكهرباء بتعمل اكتر من form of energy اللمبة المفروض بتعمل ايه؟ produces light energy ولكن كمان هنلاقي اللمبة ده بتسخن فبتطلع heat energy طيب number 91 on filling the spring of a toy car land then let it free the car moves ليه؟ لما احنا شرحنا في revision بتاعت ال energy السوست اللي عندنا او ال spring اللي عندنا لما بنضغط عليه كلا بيبقى عندو store potential energy او منسبها هتتحول ال kinetic energy فتتحرك طيب number 92 the speed of the ball increases when the bat hits it hard ليه ال speed هيزيد لما البات او اللي هو المضب هيضبه جامد ليه؟ لان kinetic energy بتاعت البات هتتنقل ايه؟ للبول ليه لما البات او اللي هو العصية هتغبط البول ده معنى ايه؟ فيحصل تنصير فيحصل تنصير ال kinetic energy بتاعت البات للبول فشان كده ال speed بتاعتها يزيد طيب number 93 the speed of the car is very important ليه حزام الامان اللي موجود فيها بيه؟ مهم جدا علشان علشان they keep the driver body and passengers from moving forward when the car stopped suddenly علشان هو prevent يعني ممكن نكتب على طول نختصر علشان هو prevent moving forward when the car stopped suddenly ان هو اللي بيعمل prevent the moving forward لما car E stop suddenly number 94 the A bags in cars are very important علشانو ما بيعملوا بها ايه normal normal function بيعمل slow down وكمان بيعمل absorb the energy of the car اللي بتاع الساعت الكوليجن number 95 when two objects collide with each other you can hear a sound ليه لما objectين او two objects يخبطوا في بعض او حاكتين يخبطوا في بعض بنسمع صوت علشان جزء apart of the critic energy بتتحول لل sound energy واسمه ايه اسمه the popping sound فبنسمعه question 96 driving fast is very dangerous ليه السواء بسرعة كبيرة تعتبر خطيرة جدا علشان لما بزود ال speed increasing speed بيزود the kinetic energy لما critic energy بيزيد الفورس بيزيد ولما الفورس بيزيد it damage بيزيد وشرحناه في الحسه بتاعت او revision بتاعت من ال energy طيب عندنا بقى كده برضو عندنا في number 97 a truck needs a bigger engine than that of a small car move with the same speed ليه car ليه truck بيحتاج engine كبيرة الترك بيحتاج engine كبيرة لشماس بتاعته كبير الشاحنة اكبر من العبية الصغيرة او اكبر من العبية الملك فكده تحتاج مطور اكبر معبية ما لاكش تحرك بنفس السرعة because the truck has more mass than the car طيب question number 98 a car consume less fuel than that consumed in a bus due to move at the same speed ليه car بيستالك بنزيل اقل من الباس علشان الباس حاج مكبير والكار حاج مصغير فالكار has smaller engine than the bus تبليه عندها small engine لان عندها اساسا smaller smaller mass number 99 a moving truck has chaotic energy more than that of the small moving car at the same speed لان الترك عنده bigger mass فلما يكون عنده bigger mass يبعنده bigger chaotic energy number 100 بيقى a car with mass 310 moves down a hill reaches to the bottom faster than another car with mass 1 لاني السبيد وكريتك energy لما الماس بيزيد الكريتك energy بيزيد فهو بيقولك ليلة عربية الماس 310 وسط اسعم اللي عندها 110 لاني لما بزود الماس الكريتك energy بيزيد طيب number 101 the speed of the truck is more than that of the car when both of them move down a ramp لو ان الاثنين نازلين منزل عربية و truck شاحنة و truck والشاحنة و عربية لو الاثنين نازلين على منزل مين فيهم هيبها اسرع طبعا الشاحنة الطرق لان الماس راح اكبر because the mass of truck is more than that of the car type 102 you can hear a sound during collision between marbles ليه بسمع الصوت وانا ليه بسمع الصوت لما اخبط بلي في بعضه علشان some of creative energy بيتحول ل sound energy طيب اخر السؤال معانه هو the amount of energy before the collision is equal to the amount of energy after collision ليه لان الانرجي is conserved to the collision او بنقول ايه ان الانرجي عندنا can't be created و كمان ايه can't be destroyed بس كده فالانرجي يحصل على conservation يعني طبعا ولا انرجي يديرة تتعمل ولا انرجي هبوز فاشن كده انرجي تفضل زي ما هي تمام قبل الCollision وبعد الCollision وبكده احنا نكون خلصنا الشيط بتاع give reason بالتوفيق و لو عندكم اي اسئلة اكتبوها في الكومنتار بتاع الفيديو ده السلام عليكم